فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية حسن الله إليكم قال رحمه الله فقد جعل طول الصلاة علامة على فقه الرجل وأمر بإطالتها وهذا الأمر إما أن يكون عاما في جميع الصلوات وإما يكون المراد به صلاة الجمعة فإن كان اللفظ عاما فظاهر وإن كان المراد صلاة الجمعة فإذا أمر بإطالتها مع كون الجمع فيها يكون عظيما فيه من الضعفاء والكبار وذوي الحاجات ما ليس في غيره ومع كونها تفعل في شدة الحر مسبوقة بخطبتين فالفجر ونحوها التي تفعل في وقت البرد مع قلة الجمع أولى وأحراء والأحاديث في هذا كثيرا هذه مقارنة عجيبة من الشيخ رحمه الله يقول إذا كان أن الرسول أمر بإطالة الجمع مع كثرة الجمع وشدة الحر في بعض الأحيان والناس فيهم المتقدم والحاضر بزمن طويل يحتاج إلى الخروج ومع هذا يطيل الصلاة فدل على أن الفجر آكد إطالة نعم وهذا سبق الله جل وعلا يقول وقرآن الفجر وكان يقرأ صلى الله عليه وسلم بالستين إلى المئة آية في الفجر فهذا يدل على إطالة صلاة الفجر أيضا وعلى إطالة صلاة الجمعة ترجمة نانسي قنقر